بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا طلاب الصف الأول الإعدادي أهلاً وأنا محارباً لكم مع دروس الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله مع بعض هنكمل دروس الوحدة الأولى في الجبر في الجزء الأولاني هنأخذ درس النهاردة باسم السورة القياسية للعدد النسبي محتاجين بعض النهاردة هو يعتبر التطبيق على درس أو يعتبر التطبيق على الأسس فنشوف إزاي نستخدم الأسس ولكن بشكل إيه؟ بشكل إزاي العلماء بيستخدموه في الدرس بتاعنا دور هو يعني إيه سورة القياسية العدد النسبي؟ يعني مثلاً بيقولي هنا هي السورة القياسية العدد النسبي عبارة عن بيكون عندي أرقام كبيرة عشان يسهل إرائتها بكتبها بطراءة معينة مثلاً قدامي عندي هنا مثلاً في مجال الفلك مثلاً أو في علم الفلك فيه ساعات بيقول المسافة بيني انتعارفين ده ما أخذتوا في العلوم المسافة بين سواء كان المجرات أو الكواكب تبقى جبيرة جداً زي مثلاً الرقم اللي قدامي دوت إنت عشان تقرأت حسن هو فيه صعوبة شوية أنك تقرأ بشكل إيه؟ سهل بيحتاج إنك الأول تقسمه عشان تفاخت طولي 28 مليار مليون هتلاقي فيه صعوبة شوية في الإيه؟ في الإرائية أو في مجال مثلاً الأحياء مثلاً زي التوري القطر بتاع مثلاً فيروس هتلاقي 25 جزء من يعني فيه صفار كتير جزء من 100 ألفة مليون ما تعرفش يعني لازم تقسمها عشان تقرأها بشكل إيه؟ مبسط قال طيب خلص تعالى نسهل أو نبسط الأرقام دي بحيث يكون إرائتها إيه؟ سهلة وهتديني نفس إيه؟ نفس القيمة يعني إحنا خدنا إيه في القصص؟ خدنا مثلاً إن أنت عندك لما أقول لي مثلاً عشرة دي مش ديه معناها عشرة قص واحد طول 100 معناها عشرة قص كام؟ عشرة قصة اثنين طول 1000 معناها عشرة قصة كام؟ ثلاثة طب إنت إيه اللي ملاحظه إنت هنا؟ هلاحظي إننا القصة اللي فوق دوت عبارة عن إيه؟ عدد الإسفار الموجود يعني إيه برضو؟ هي 100 دي مش معناها عشرة في عشرة يعني عشرة قصة كام؟ عشرة قصة اثنين فعشان نبسط الموضوع كده ليه نحنا كطلاب نقول مثلاً إن القصة اللي فوق ده بيعبر عن إيه؟ عن عدد الإسفار اللي قدامك يعني مثلاً إيه؟ لما أقولك مثلاً كده 2000 2000 دي ممكن تكتب إزاي؟ لكنها 2 في 1000 صح كده؟ طب والألف دي كم سفر قدامك؟ 3 صفار فأنا ممكن أكتبها إزاي؟ ممكن أكتبها 2 في عشرة قصة كام؟ 2 في عشرة قصة كام؟ 3 يبقى إحنا هنا عشان نساهل لبعض الموضوع القصة اللي فوق دوت هيعبر لك عن عدد الإسفار اللي قدامك طيب لو جيت مساءة في مساءة تانية نبتلك 7000 7000 دي أكنها كام؟ 7 في 1000 سورياً دي سبعين ألف يعني 7 في عشرة كام؟ 10,000 قدامك كام سفر هنا؟ في أربع صفار يبقى كيني بقول إيه؟ 7 في عشرة قصة كام؟ قصة أربعة تمام؟ يبقى اللي إحنا عايزين نقوله هنا في الجزء اللي فات ده إن لما يكون عندك صفار إنت عشان تحط قصة عندك هنا عديل الإسفار اللي موجودة ده لي نحن كطلاب يعني عشان نساهل بس لإيه؟ الإرية عديل الإسفار يبقى الإسفار دي هي بتعبر عن إيه؟ أو القصة دوت بيعبر لي عن مين؟ عدد الإسفار طيب ده لو كان عدد نسبي أو عدد صحيح طيب لو كان عدد كسري زي مثلا هنا واحد من عشرة هو إحنا عارفين إن واحد من عشرة دي يعني إيه؟ يعني واحد على عشرة طيب إحنا أخذنا في درس الأسس إن أنا لو ما حب أحرك من مقام للبسط أو من بسط المقام زي ما أنا عايز يعني العشرة دي لو حبيتها طلحها فوق هتغير في إيه؟ هلعب بس في القص القص بتاعها هتغير الإشارة بتاعته فلو هي سلبة خليها موجبة ولو هي موجبة خليها إيه؟ سلبة هي دي عشرة معناها عشرة أس واحد لما طلحها فوق هتبقى عشرة أس كام سلب واحد فده معناها واحد من عشرة يعني عشرة أس كام سلب واحد طيب لو واحد من مية دي معناها واحد على مية وزي اللي إحنا عارفين المية دي معناها كام؟ معناها عشرة أس اتنين فهتلحها فوق يبقى هتغير بس في إشارة القص اللي إحنا عايزين أنه برضو نقوله هنا الأكلة إيه؟ إن القص لما يكون عندك هنا سالب دي معناها بيعبرلي عن العدد الكسري أو العلامة العشرية كان فيه كم علامة عشرية يعني إيه؟ هو هنا واحد من عشر دي العلامة العشرية بعد كم رقم؟ رقم واحد بس فأنا حطيت كم في القص حطيت واحد ولكن بالإيه؟ بالسالب دي أنا حطيت واحد عشان دي عشرة أس واحد حطيت بالسالب إيه عشان دي كانت إيه؟ سورة عشرية أو عدد إيه؟ عدد عشري طيب واحد من مية العلامة العشرية هنا بعد رقمين صح كنا؟ يبقى تبقى كام؟ عشرة أس كام؟ سالب اتنين بعد رقمين يبقى اتنين وعشان العلامة العشرية هحط إيه؟ سالب يبقى وردو لازين نقوله هنا معنا ان القس هنا هيعبر عن عدد المنازل او عدد الاماكن اللي بعد العلامة العشرية اللي بعديها هعد الاماكن اللي بعديها العلامة العشرية طيب يعني ايه مثلا يقول لي مثلا 3 من 100 3 من 100 يعني كم يعني 3 على 100 يعني 3 على 10 قس 2 يعني 3 في 10 قس كم سلب 2 ركز في دي الاولانية والاخيرية لانك اللي في النص دو الشرح ليك انت 3 من 100 عدد لي كده العلامة العشرية دي بعد كم خانة بعد الثلاثة وبعد السفر خانتين يبقى وليه 3 في 10 قس كم قس سلب 2 طيب لو جئنا في الرقم ده 7 من 10 تلاف طيب بصينا على اول واحد ريض ودي الاجابة ايه بتاعت ادي رقم الاسم 7 ها عدد لكده عدد الخانات اللي عندي ادي العلامة العشرية هنا كده هو عدد ادي 1 2 3 اللي هي 3 صور وانت عندك الكام هنا السبعة يبقى كده مشيت كام خانة مشيت كام مكان مشيت اربعة يبقى كام اكيدناها سبعة في 10 قس كام اربعة ولا سلب اربعة تمام سلب اربعة عشان انا كده بحرك العلامة ايه بحرك العلامة العشرية طيب تعال هنا نفهم بقى يعني ايه بقى السورة القياسية احنا كده اللي احنا كنا بنقوله اللي فات ده انها بنحاول نبسط في شكل ايه الرقم ولكن عشان اكتبه بالطرق دي في قاعدة عندي القاعدة اللي عندي بتقول لي ايه لازم تكتبه في الشكل ده اللي هو ألف في عشرة قس نون ألف ده الرقم اللي هي موجود اللي انت هتغيره وعشرة دي هتبقى سابتة معايا ونون دي اللي بتعبر عن القس سواء كان عدد الصفار او عدد المنازل العشرية اللي انت ايه اللي انت حرقتها ولكن اشترط علي حاجة الرقم اللي انت هتكتبه اللي اسمه ألف ده شرط بتاعي عنده ان هو يكون محصور بين الواحد والعشرة بس ان خلالك ادي قيمة مطلقة يعني ايه يعني ما يفرش عندي الرقم ده يكون سالب ولا موجب يعني مش فارع عندي موывать يكون بالسالب او مو kannst يكون بالايه بالموجب ولكن حطه في السورة القياسية اللي هو أكبر يعني الرقم بتاعه اللي هو القيمة مطلقة اللي هي القيمة الموجبة لازم تكون محصورة بين واحد وايه وعشرة يعني ايه برضون يعني ماينفعش يكون اصغر من واحد هو هنا بيقول لي اكبر من اويساو الواحد يعني بدايتي من كام من الواحد وانت طالع لحد كام لحد الأقل من عشرة يعني كبيرك 9 وحاجة من 10 تمام؟ ماينفعش أوصل ليه للعشرة مش عايز رقم نكون من عددين ماينفعش 10 ماينفعش 11 هو لازم رقم إيه؟ رقم واحد بس من أول واحد والعلمات العشرة بتاعتها واحد وتين من عشرة واحد وتين من عشرة وهكذا حد 9 تسعة أو أي حاجة من عشرة يبقى ماينفعش أقل عن الواحد وماينفعش أوصل ليه للعشرة ده الشرط بتاع الرقم اللي إيه؟ اللي هنا وهنشوفه زي حلو في المسال مع بعض دلوقتي وبيقول لحاجة تانية خلي بالك إنه نون دوت بتنتمي المين للصال؟ ليه تنتمي للصال؟ على أساس إنه ممكن يكون عدد بالموجب أو عدد بالإيه؟ بالسالة طيب يعني مثلا هنا السوق السيح عندي بيقول هنا إيه؟ 7 ف 10 أسرية 4 بص على الرقم اللي هنا ده كم كده؟ دوت 7 محصور بين الواحد والإيه؟ ولا عشر يبقى أنا كده شغال إيه؟ صح؟ طب هنا 5 و 4 من 100 اللي يهمني الرقم اللي إيه؟ اللي عند قبل العلامة العشرية ده 5 صح كده؟ أهو 5 محصور بين مين؟ برضو بين الواحد والعشر تمام؟ طيب لو بصنا على كده سالب 6 أو 9 من 10 وإحنا اتفعنا ما يهمنيش سالب ممكن يكون سالب أو موجب مش يفرم معي اللي يفرم معي مين؟ الرقم ده أهو 6 برضو محصور بين الواحد والعشر طيب الرقم ده 3 محصور بين الواحد والإيه؟ بول عشر أما عن الأسس ممكن تكون موجبة أو ممكن تكون إيه؟ سالبة تمام كده؟ طيب نوضح لبعض أكتر تعالوا نحل له مع بعض مسائل يقول لي مثلا هنا اكتب كل من الأعداد التالية في السورة القياسية تعالوا نحل له مع بعض على البوردة عشان نشوف أصلا إزاي هنحرك الاسوار أو نحرك العلامة الإيه؟ العشرية طيب تعالوا نشوف المسائل ده هنفهم بها أكتر إزاي نحط أي عدد نسبي في سورة القياسية مثلا بقول لي الرقم الدول 82 وأنا بطلق بها في القيوة تعالت طيب تعالوا نحن نتفعل هنعمل إيه؟ أنا محتاج أن أحط الاسوار ديت الاسوار اللي عندي ديت الاسوار دي أعده تمام؟ ها عدني معايا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يعني مفروض أن أنا هتبها ها اتنين وتمانين في عشرة قس كام قس تمانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية طيب أنا كده خلصتها؟ لا قال لي فيه مشكلة فإن أجل للرقم ده 82 هل أنت فا أنا عايزي رقم لكون محصول بين مين؟ ها محصول ما بين الواحد والعشرة فالرقم ده ما ينفعش عندي ليه ده 82 أنا عايزي أقال ما من العشرة طب نعمل إيه؟ وبث عندي هنا أنا هحط من عندي أنا العلامة خلاص كده؟ أنا هل PUBعين من علامة؟ الرقم ده كده مفخوش علامة عشرية فإنت هتحط العلامة منين؟ من عندك أنت هتحطها فين؟ سтуذترة طالما راقب مخوص علامة عشرية افترد ده من ععلامة موجودة هنا في الأول خلص هنا عد معا كده سأضعها هنا ما بين الثمانية والإيه والاثنين انت ستضع علامة من عندك كده ستخليها كم؟ graph 8 واثنين من قعد خلي بالك انت حركت جبت علامة من عندك جبت علامة من عندك ات ومشيت ازاي؟ مشيت ناحية الشمال خلص كده وقد أحرoking علامة من عندك حركتها كم مرة؟ حرقتها إيه مرة واحدة بس يبقى هتزود على الأس هتزود على الأس عدد الملائز أو عدد الخانات إن إنت حرقتها يعني إيه يعني أليه في عشرة قس 8 هزود عليها عدد الخطوات اللي أنا زودتها من عندي أنا عمال دي كم خطوة خطوة واحدة بس يبقى 8 زائد كام زائد واحد يعني بالضبط كده الصورة بتاعته ستبقى كنها 8 و 2 من 10 في عشرة قس كام في عشرة قصة تسعة تمام؟ طيب نشوف هذا كمان بيقول لي هنا برضو ستمية خمسة وسبعين وأرقام مش عارفة إيه بالزبط كام هنطلق بط طيب تعالى نحن سابع معواضين ها عد كم معي ها أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة أدي السور يعني مفروض ستمية خمسة وسبعين في عشرة قصة كم سفر ستة هل الرقم ده السورة القياسية بتاعتي؟ لأ ليه لأن مفروض الرقم ده ما بين الواحد والإيه والعشرة من أول واحد لحد قال من عشرة طيب هتديب علامة منين؟ من عندي أنا العلامة المفروض إنها طالما مش واضحة قدامك يبقى واقفة فين؟ واقفة هنا عد كده مفروض هحرك العلامة ده واحد اتنين هقف هنا يبقى أنا تحركت خطويتين بس يبقى الرقم ده يكتب إزاي ها ستة وخمسة وسبعين من مية في عشرة ستة تمام؟ وهزود عليها كم خطوة انت عملتها؟ خطوتين بالزبط يبقى كنها عشرة قس كام؟ عشرة قس تمامية يبقى دي تكتب ستة وخمسة وسبعين من مية في عشرة قس ها؟ تمامية طيب التالتة بقى هنشوفها نعملها زي أنا عندي هنا المفروض هنحرك أنا عندي علامة شين موجودة عندي هنا هحركها كام؟ أول رقم يقبلك أقف عنده يعني أنا أقف هنا ها؟ هادي واحد اتنين تلاتة أربعة هاقف هنا بالزبط جدا بس يحركها كخطوة يحرك تكم أربعة يعني أركب من كتب إزاي؟ أدي واحد علامة تلاتة خمسة تمام؟ واحد علامة تلاتة خمسة في عشرة أث انت أتحرك تكتب كم خطوة؟ ها؟ حرقت أربعة أكتب أثة أربعة ولا سلب أربعة؟ المراد علي علامة العشرية تتحرك ناحية الشمال المراد يأنا اتحرك علامة العشرية ناحية الشمال فدايما السالب هتزيد او القصص دي بل ايه بالسالب يعني سالب كام سالب 4 يعني 31 و 35 من 100 ف10 و السالب 4 اللي عايزين نقوله هنا انت كده الاسفار بتتحول لقصص بالموجة تمام ولكن لو هتحط كمان علامة من عشرية من عندك انت اللي هتحطها زود بالايه بالموجة زود القصص بالايه بالموجة لما تحرق علامة عشرية ناحية الشمال هتحرق علامة عشرية ناحية الايه بالشمال يبقى خلي بالك زود القس بالإيه بالموجة طيب لو كانت علامة عشرين تبقى أصلا موجودة وبتحركها بحركها ناحية الإيه المرة دي ناحية اليمين فمعناها أن القس بالإيه بالسابق طيب نشوف مسائل تانية بيقول لي هنا مثلا كده الرقم دوت ها أدي علامة عشرية عندي ها أعركها مرة عد معي أدي واحد اتنين تلاتة وهو أوف هنا كام أربعة يعني أدي سبعة علامة ستة اتنين تمانية حضرها في كام فعشرة أص حركت بكم خطوة حركت أربعة ولكن بالإيه بالسالب لأن حركت العلامة العشرية ناحية الإيه ناحية اليمين طيب المسائل التانية اللي عندي بيقول لي هنا خمسة واربعين فعشرة أص ثمانية حطها لي في السؤال إيه السؤال القياسية أنا هنا في علامة عشرية عندك قدامك مفيش ورقم ده ما ينفعش ليه ما ينفعش لأننا محتاج الرقم يكون ما بين الواحد والإيه والعشرة من الأول واحد لحد كام أقل من عشرة حلو هتعمل إيه حركت العلامة العشرية حركتها زي أصلاً مفيش علامة عشرية موجودة قدامي هنا ما احنا تفانى طالما الرقم مش موجود عندك علامة عشرية هتفترض إن العلامة عشرية واقفة فين ووقفة بره هنا هتحركتها زي روح لأول واقع أنا محتاج الرقم ده بس محتاج الرقم ده يعني هتحط العلامة فين هنا العلامة العشرية هنا تحركت كم خطوة خطوة واحدة بس يعني أصباح كام أربعة وخمسة من عشرة في عشرة أس هنا كام تمانية انت حركت العلامة النحية دي نحية الشمال فهتزود قد إيه تحركت الخطوة واحدة بس فهزود واحد يعني التمانية دي هزودها كام هزودها واحد يبقى عشرة أس كام عشرة أس تسعة حان الرقم ده في السورة القياسية لأ ليه برضو أنا محتاج رقم واحد بس خانة واحدة بس أنا محتاج ده بس اللي هو السبعة العلامة العشرية ده اللي هي أصلاً موجودة قدامي هي هحركة كم خطوة هدي واحد اتنين يبقى حركة العلامة عشرية مرتين يبقى القس هتزوده اتنين يبقى كتبها ازاي سبعة علامة سفل ستة أربعة في عشرة قس كام هي خمسة هزودها اتنين تبقى عشرة قس كام عشرة قس سبعة طيب اتنين وتمانية واربعين جزء من ألف فعشرة قس كام سالب سبعة برضو محتاج إيه بصة الرقم الصحيح لنا سفر لا أنا عايزه من أول واحد لحد أقالي من عشرة معنا كده أنا محتاج بس أتحرك خطوة واحدة بس عشان أقف فين أقف هنا كده يبقى العلامة دي هتتحرك نحية اليمين مرة واحدة هتحرك نحية اليمين يبقى أنت هتكدأ هتعمل إيه أنا لما كنت بتحرك نحية الشمال كنت بزود هتحرك نحية اليمين قلنا هتبقى بالإيه؟ بالسالب سالب كام؟ اتحركت خطوة واحدة بس يعني سالب إيه؟ واحد يبقى أنت القص هنا هتعمله إيه؟ سالب واحد يعني هكتب إزاي؟ أدي اتنين علامة أربعة تمانية في عشرة مفروض القص سالب سبعة أنا اتحركت خطوة واحدة بس لو ققا هتحرك نحية اليمين يبقى بالسالب واحد سالب سبعة ناقص واحد كده يجيني كام؟ هجيني سالب ها؟ تمانية بكده نكون بس نشوفنا إزاي نحط الأرقامنا عندي في سورة قياسية تعال نشوف أنواع مسائل تانية بتيجي برضو بالشكل دوت ولكن فيها عملية حسابية جامعة وطرح وضرب واسمة تعال نشوف مع بعض يقول لنا خلي بالك برضو بنأكد مع بعض عن حاجة لو أنت اللي هو العدد رقم واحد بس لما أقولك واحد لما أعايز أحطه في السورة القياسية لما أعنيها عشرة قص كام؟ عشرة قص سفر لأن عشرة قص سفر كام؟ بواحد يعني مثلا لما أقول لي حطي لي اتنين في السورة القياسية رقم اتنين هحطه زي ديوقات اتنين في عشرة قص سفر وبيتنأكد مع بعض لما تحرك العلامة العشرية نحية الأيه؟ نحية الشمال خلي بالك وا Hoş بالموجب يعني بتزود باليه؟ بالموجب زائد عدد الحركات اللي انت تحركتها طب لما حرك العلامة العشرية ناحية اليمين لما انت خلاك هيكون بالسالب سالب عدد الحركات اللي انت ايه عملتها طيب المسألة اللي عندي بشكل تاني زي اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي هنا اكتب كل من الاعداد التالية في السورة القياسية واحد واثنين من عشرة في عشرة وقس خمسة في أربعة في عشرة وقس ثلاثة لو هتلاحظ المسألة اللي قدامة دي كلها بالضرب صح؟ يعني سهل جدا تفتكر الدروس بتاعت قبل كده بتاعت الدمج والابدال والحاجات دي كلها انا كل اللي عايزه في المسألة دي تيه جمعلي طيب ما هي كلها بالضرب كلها بالايه بالضرب جمعلي العشرة ديه والعشرة دي مع بعضيها فوقوس وجمعلي الارقام في ايه فوقوس تاني يعني ايه يعني هنقول مثلا كده واحد واثنين من عشرة في عشرة وقس خمسة واربعة في عشرة وقس ثلاثة هجمع الرقم اللي هو مين؟ واحد واثنين من عشرة واسرة مع بعضين وفيين فوكوس، يبقى اكتڭ اي نمي بقول كده واحد واثنين من عشرة بالاربعة طب والكوس التاني هجمع فيه العشرات اللي هي بالاقصس ديت اللي هي كم؟ 10 قص ٥ وعشر قص وعشر قصea كام؟ وعشر قصea ثلاثة طيب العملية الحسابية هنا واحد وبطنين من عشرة لما ضربها في 4 حيودينا اربعة وتمانية من عشرة طب وعشر قصاة خامسة فعشر قصة ثلاثة حسب بتقوانين القصص وأنا كده هاجم على إيه القصص يعني طبعا عندي الأساسات المتحدة يبقى هاجم على إيه بالقصص يعني عشر قص كام خمسة زي ثلاثة بكام بتمانية يبقى أنا عندي المسألة اللي كلها ضرب كل اللي مطلوب منك السهل بتاعها جمعني الأرقام اللي وحديها والعشرة أو العشرة بالقصص بتاعتها في إيه لوحديها واضرب هنا ويجمع القصص هنا وبعد ما تخلص اتأكد الرقم ده في السورة القياسية ولا ألا تعرف إزاي قلت لك قادي العلامة العشرية هي فاصلة هي الرقم اللي فاصل ده اللي هو العدد الرقم الصحيح كام أربعة خلاص قلت لنا محصول بين الواحد والإيه والعشرة طيب مسألة تانية هنا فيها اسمة اللي فوق دي قد كلها ضرب دي اسمة اتنين واربعة من عشر في كم فعشرة قص 11 على واحد وثنين عشر في عشرة قص 5 هي نفس الفكرة هنكتبها عندنا اللي هنا هي قادي الجزء اللي هو كان الأولاني اللي فوق اتنين واربعة من عشر في عشر قص كام في 10 أس 11 على اهو على اللي هو تحت 1 و 2 من 10 في 10 أس كام أس 5 ولكن كل اللي أنا عملت برضو خليت الأرقام فوق بعضيها اللي هي مين 2 و 4 من 10 و 1 و 2 من 10 و خليت العشرة اللي هي 10 أس 11 و 10 أس 5 الواحديها برضو لي عشان أسهل لنفس العملية الحسابية بتاعتي اللي هي 2 و 4 من 10 على 1 و 2 من 10 هديديني كام هديديني 2 و 10 أس 11 على 10 أس 5 زي ما احنا برضو متفقين عندنا في الأسس اننا هعمل هنا ايه هطرح الأسس طالما عندي الأساسات متحدة يبقى هطرح ليه الأسس يبقى 10 أس 11 على ها 10 أس كام 10 أس 5 يبقى 11 ناقص 5 زي ديني 6 يبقى تلاحظ في المسألة الأولى والمسألة التانية أنا عندي اللي فوق كلها ضرب فسهل جدا هتجمع الأرقام اللي بتتدريب لوحدها فقوس وهجمع العشرات كلها في ايه فقوس طب لو المسألة كان فيها اسمه يبقى انها بسط وإيه بسطو مقام ولكن حطي لي الأرقام في جنب في جنب واحد اللي هو زي 2 و 4 و 1 و 2 من ايه من 10 اللي هي المنظر ده كده وحطي لي برضو العشرات في في جنب ايه في جنب تاني عشان في الجزء الأولين اللي هو دوت أقدر أعمل عملية حسابية عندي 2 و 4 و 10 على 1 و 2 و 10 أطلع الرقم والتاني أطبق قاعدة اللي هيه قاعدة الرسوس طب افرد المسألة دي ما فيهاش لا فيه ولا على فيها مثلا زائد أو ناقص يعني مثلا زي المسألة قدام دي كده بيقول لي 2 و 3 من 10 فيه 10 أطلع 6 زائد 3 و 7 من 10 فيه 10 أطلع 5 في الحالة دي هو طبعا فيه أكتر من حل ولكن احنا بضع على الحل الأسهل لنا الحل الأسهل لنا هنا ايه انت متأكد ان في القص ده وفي القص ده فيه عامل مشترك اللي هو مين اللي هو 10 أطلع حاجة تمام؟ يبقى انت متأكد في المسألة بتاعت زائد أو ناقص هنا ان فيه هنا ايه فيه عامل مشترك ما بين القص الأولاني ده وبين القص اللي ايه التاني اللي هو واضح من هنا اللي هو 10 أطلع 6 و 10 أطلع 5 احنا لما نيجي نسحب القص كعمل مشترك متفقين نحنا نسحب الرقم أو الأساس اللي عنده قص صغير يعني ايه يعني انا عندي هنا ادي الجزء ده وادي الجزء ده اللي هم مشتركين فيها اللي هو العشرة اخذ 10 أطلع 6 عامل مشترك واللي اخذ 10 أطلع 5 متفقين مع بعضينا كده لما ديكت اسحب القص اسحب القص الصغير يعني هسحب 10 قص كام 10 قص 5 يبقى المسألة عندي هنا لما اجتبها ادي 2 و 3 و 8 و 10 في 10 و 6 أو 3 و 7 و 10 في 10 قص 5 هسحب 10 قص 5 عامل مشترك هسحب ده 10 قص 5 عامل مشترك طيب دي يجي بقى نقسم لما أقسم ده على 10 قص 5 هسحب ده كله كده هقسمه على مين على 10 قص 5 الرقم ده هينزي زي ما هو 2 و 3 من 10 هينزل 2 و 3 من 10 المشكلة كلها او اللعبة كلها هيكون في مين في العشرة 10 قص 6 على 10 قص 5 ها هنطرح القصص هيديني كام هيديني 10 قص كام 10 قص 1 طيب والجزء التاني اللي هو ده لما اسحب 3 و 7 و 10 لما اسحب 10 قص 5 هاتشال يبقى اصبحت المسألة هنا مين المقدار الاولاني 2 و 3 من 10 في 10 قص 1 لاني سحبت من 10 قص 6 لها 5 5 عشرات يعني والتاني ده هاتبقى مين 3 و 7 من 10 بص كده عندك بقى المسألة القص ده هتحسب ازاي 2 و 3 من 10 في 10 اللي هو بكام ب 23 و 3 و 7 من 10 مفيش حاجة تتعمل فيها دلوقتي يبقى الخطوة اللي بعديها احسب الرقم ده اصبحت 23 زائد 3 و 7 من 10 يبقى 26 و 7 من 10 ف10 قص 5 هل ده سلوك يا سيب بتاعتي اللي هي ايه بص على الرقم ده بص على الرقم ده بص على الرقم عشرية اه ده نخليلي العدد الصحيح اللي موجود في العدد الكسر ده 26 احنا اتفاقنا لازم العدد يكون محصور ما بين الواحد والايه والعشرة فما ينفعش هتطرر حرك العلامة دي خطوة واحدة بس نحيتها اه نحيت الشمال طب هتحرك العلامة العشرية نحية الشمال يبقى انت كده هتعمل بطلقة زائد واحد ولا ناقص واحد يبقى ان عندي 10 قص 5 دي هزودها ايه واحد بس هزودها واحد تبقى 10 قص كام 10 قص 6 طب لو المسألة بالمنظر ده نفس الفكرة عندي قدل لمهور 140 الف ديت عبارة عن مين نجمع بعض بعض ديت معناها ها واحد واربعة من عشرة في عشرة قص 5 جبتها منين عد الاسفار انا عندك اربع اسفار وكمان هحرك علامة ما بين الواحد والاربعة يبقى كده هتحركت كم خطوة ها خمس خطوات يبقى كده واحد واربعة من عشرة في عشرة قص كام في عشرة قص 5 طيب وخمسة من الف دي وضع حتى من اسمها هو خمسة من الف يعني خمسة في عشرة قص كام ها سالب ثلاثة طيب المسألة كلها كده بالضرب يبقى إيه ده ما اتفقنا الدنيا سهلة عندي إزاي جمع الأقام لوحديها وجمع العشرات ليه لوحديها يبقى كدني بقول 1 و 4 من 10 في 5 والقصة الثانية 5 في 10 قصة كام سالب 3 لما أحسب 1 و 4 من 10 في 5 ديني كام؟ هيديني 7 طيب ولما تيجي تضرب العشرات 10 في 5 في 10 قصة سالب 3 حسب قاعدة الأسس هجمع الأسس اللي فوق ديها يعني 5 مقص 3 ديني كام؟ هيديني 2 طيب بكده بكون مع بعضينا خوصنا الدرس بتاع الصورة القياسية للعدد إيه النسبي اللي هو بنشترط مع بعض إن فيه شرط مهم جدا في المسألة دي إن أنا لازم يكون عندي إن الصورة القياسية العدد بتاع ماله زي ما احنا شايفين قدام ده كده الرقم اللي هتكتبه ده لازم يكون محصور ما بين الواحد والإيه والعشرة الرقم ده قد يكون موجبا قد يكون سالب مش فارق معايا ولكن يهمني العدد الصحيح اللي موجود لازم يكون من أول واحد لحد تسعة وحاجة من عشرة هتلاقي عندك رقم زاد عن كده إنه هو بقى عبارة عن مقوم من عددين اللي هو زي 11-12 وانت طالع كده لا لازم أحرك العلامة عشرية تقرب من مين؟ من الرقم بحيث يخالي العدد صحيح محصور ما بين الواحد والعشرة الشرطي تاني عندي إنه نون الدوة ده عدد صحيح لازم يكون بينتمل أعداد صحيحة ممكن يكون موجبة أو ممكن يكون سالبة موجبة خلي بالك لما جي بتحرك لما عدد الإصفار موجب أو أحرك العلامة بتاعة نحية الإيه الشمال موجب بزود بالموجب طيب لو أنا عندي علامة عشرية عدد المنازل العشرية ديت سالب أو أحرك العلامة نحية الإيه اليمين بالسالب وبكده نقول خلصنا مع بعضينا الدرس بتاع سواء القياسية وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات اللي جاية